يا هلا والله رسميا هذا الفيديو هو اول فيديو مطول بالقناة رح نجرب بنعمل فيديوهات مطولة بالقناة نشوف لو تجيب تفاعل او لا انتم عارفين عشان المحبة اللي بينعتنا وكذا الفيديو رح يكون عبارة عن كيف نسوي فيديو مطول هو ان انا جاتني فكرة امس ان نبتدي العد من واحد الين ثلاثين الف واخر الفيديو احط لكم ثلاث ثمانه ازيلي اسوي بالشورت وكذا نوصل فيديو مطول بسم الله نبدأ واحد اثنين ثلاثة امزه امزه احين لا تشلون لا تشلون المتابعة لا تتون باديين يا جماعة ما ادري اخذ ميانة هنا ولا اكون جدي باليوتيوب عشان كذا فلا هذا تجربة مما مو محسوب الفيديوهات يوجد شبيهة بالمحتوى اللي جالس اقدمه بالشورتس ولكن بشكل مطول ومرتب واجمل ومعلومات وتفاصيل اكثر هذه البداية هذا الجالس اتكلم عن الحين ما راح يكون طبعا بكل مقطع لكن بس بهذا المقطع و بعدها نبتدي المقاطع لطول فكرة المقطع رح تكون هذا المقطع الاول توب فايف خمس اشياء نادرة ربما تراها لاول مرة في حياتك وهذه الاشياء هي مرتبة ليس ترتيب علمي لكن مرتبة على حسب انا ما شفتها انت ممكن تكون نادرة وانت اول مرة تشوفها اولا واشاني جديد على اليوتيوب وما ارف المونتاج فراح نبتدي بالانترو اللي هو معكم ويسامز وهذا هو الفيديو الاول توب فايف خمس اشياء نادرة ربما تراها لاول مرة في حياتك لكن قبل ما نبدأ هذا الفيديو في ثلاث اشياء هنا مهمة تعلمتها في البرنامج ان لايك للفيديو ولو مو اشترك بالقناة اشترك بالقناة والثالثة فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد طبعا الشي الجديد لو هذا الفيديو جاب تفاعل حتى لو ما جاب بنزل عادي الين يجيب تفاعل والحين خلونا نبتدي خلونا نبتدي توب فايف خمس اشياء نادرة ربما تراها لاول مرة في حياتك وبالمرتبة الخامسة رسميا هذا الشي رح يكون نادر وهذا الشي رح يجذبك انك تكمل السلسلة وتشوف الفيديوهات الجاية الشي هذا هو ارنب صدمتك صح مو ارنب عادي لا هو ارنب البحر زي ما سمعت كذا ايوة ارنب البحر بالبحر في ارانب ولكن مو زي الارنب اللي يعيش في الارض هذا هو الارنب اللي جاسين شوفوا امامكم الآن هو ارنب البحر واسمه ارنب البحر طبيعي علشان انه يشبه الارنب اللي يعيش في اليابسة لكن ارنب البحر طوله لا يتجاوز الاثنين فاصل خمسة سنتومتر هو يعتبر من الرخويات اللي يعيشون داخل البحار اتوقع الحين بتكمل السلسلة لو انت مرتاح ارنب البحر شي جدا قوي صراحة نادر جدا وبالمرتبة الرابعة رسميا شي نادر جدا واتوقع انه يستاهل يكون ضمن هذي القائمة هو تثاؤب الثعبان ايش؟ سي ما قلت لك تثاؤب الثعبان يعني تخيل معي شخص فاضي ما عنده حياة ما عنده اي شي قرر انه يشوف ثعبان وينتظر الى ان ينعس مو ينام لا يتثاؤب الثعبان اصوره ويصير هذا الفيديو شي وانت تشوفه صراحة تستاهل تكون ضمن القائمة اتوقع وشوفوا هذا الشيء انتو الجرسين تشوفوه اتوقع انه يستاهل وبقوة انه يكون ضمن هذي القائمة ولا ايش رأيكم؟ يستاهل طبعا وبالمرتبة الثالثة معنا رسميا هبوط البجعة على الماء لا تستبقل احداث عزيز المشاهد بجعة دائما نشوف البجعة جو الماء لكن عمرك شفتها وهي يعني في افلام كرتون بالمسلسلات بالافلام دائما اشوفها عمري ما شفتها صراحة الا وهي في الماء عمري ما تخيلت اصلا انها كيف ضهبت في الماء هذا الفيديو راح تشوف كيف تنزل الماء انت يوم تشوف هذا الفيديو تحس ان هذا شيء غريب وانت اول مرة اصلا تستوعب هذا الشيء وتشوف هذا الشيء وانت لحين جلسين شوفونا واحكموا بنفسكم على هذا الشيء اللي جلسين شوفونا فأتوقع انها تستاهل تكون ضمن هذه القائمة عشان شيء نادر وانا اول مرة اشوفها فايش رأي ورسميا بالمركز الثاني وبما اننا نتكلم عن البجعة اذا كان هبوط البجعة على الماء اول مرة تشوفها بحياتك فتخيل ان التثاؤب البجعة متخيل انت يعني هذا الشخص اللي قرر انه يراقب الثعبان هذا ممكن يكون عنده ذرة حيات لكن هذا اللي قرر يراقب البجعة وهي تهبط على الماء وهي تثاؤب لا هذا ما عنده حيات هذا بس شغلت انه يورجينا اشياء مستحيل نفكر نشوفها اصلا وسيموا شايفين طريقة تثاؤب البجعة غريبة يعني تحس انها تستاهل المركز الثاني وعن جدارة ممكن يكون ترتيب يختلف بالنسبة لك لكن اتوقع انه هو ترتيب منطقي وتستاهل البجعة تكون في المركز الثاني بعد الهبوط وبعد هذا التثاؤب الجميل ورسميا بالمركز الاول خروف لاحظة 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 لا تتسرع بالحكم على الاشياء مو الخروف العادي خروف اوراق الشجر ايش عادي يعني خروف عادي بالنهاية مو خروف عادي هذا هذا الكائن اول شي لازم تعرفه انه مو يعيش على اليابسة هذا الكائن بعيش بالبحار وبكل جدارة وبكل استحقاق قبل ما اتكلم عنه هو يستاهل هذا المركز ويستاهل يكون ضمن الشي النادر وبنسبة 99.99% هذا اول مرة تشوفه بحياتك من غير نقاش لو ما شفته من قبل انتي طبعا لاني تكلمت عن هذا الموضوع من قبل الشي اللي خلى خروف اوراق شجر البحر يكون بالمركز الاول في قائمة خمس اشياء نادر ربما ترها لأول مرة في حياتك عن جدارة وان استحقاق هو ان حجمه لا يتعد خمسة مليمتر تخيلين يعني نصف سنتيمتر حجمه وهو كائن حي وبايش في البحار والمحيطات طبعا في كائنات اصغر ولكن المفاجئة راح تشوفوها او راح تسمعوها الان هي اللي راح تخليكم تحكموه نقولون ايه طبعا يستاهل ولو في بعد مركز قبل اول نحطه بالمركز عاتي هو ان هذا الكائن اللي مقارن بارنب البحر هو ارنب البحر بالنسبة لهذا الكائن عملاق هذا الكائن يقوم بعملية التركيب الضوي ايش؟ زي ما اسمعت هذا الكائن ليقوم بعملية التركيب الضوي وزي ما يقولون عشان ازيدك من الشعر بيت هذا الكائن يعمل بالطاقة الشمسية فعليا انه ياخذ الطاقة الشمس ويعيش عليها وينتجنا الاكسوجين فاتوقع انه بكل جدارة واستحقاق و بنسبة 100% يستاهل المركز الاول في نهاية هذا الفيديو يعني تسووا هذه الثلاث اشياء اللي قلت لكم عليها لايك ولو مشترك بالقناة اشترك وفعلوا زر الجرس عشان نستمر وشيروا الناس كثير عادي بعد هذا شي اتوقع يفيد بشكل مرة كبير و اكتبوا لي تعليقاتكم عشان رح اقراها و اكتبوا اراءكم و اي شي اي شي تبون اكتبوا و اللي يكتب اي شي مو حلو بمسح التعليق عادي ثلاثين الف خلصنا هذا هو نهاية هذا الفيديو و اتمنى يكون الطريقة كويسة طبعا في المستقبل رح يكون اداء افضل و نضبط المونتاج انتم عارفين ان هنا الاهم اهم شي هو العصور طالما بيصق يعني قولي السؤال الثاني التناغم اللي بيننا فقط مو مهم من اي شي ثاني و بس و يعطيكم العافية باي اشتركوا في القناة